اشتركوا في القناة مضامين مشروع القانون المالية إن عنوان هذه المرحلة يتمثل في بناء اقتصاد قوي مسدام ومندمج لكل فئات المجتمع واجهاته وقائمة على الاستثمار العمومي الناجع ودعم تصنيع وتنويع الشراكات الخاصة مع القارة الإفريقية وتسريع الإصلاحات وخاصة في مجال التعمليم إلى جانب جعل الجهوية رافعة للتنمية الترابية المندمجة وإرساء العدلة الاجتماعية في موضوع آخر شهد مطار الدخل اليوم بداية العمل بالخط الجوي الدخل والذي سيؤمن الرابط المنتظم بين هاتين المدينتين بواقع رحلتين في كل أسبوع وقد شهد المطار تنظيم حفل استقبال لتدشين هذا الخط من خلاله استقبال أول رحلة جوية على متن شركة بوينتر حذره للجهة عام الإقليم وديدهب أمين بن عمر ورئيس المجلس الجوي لدخل وديدهب الخطة تينجة ورؤساء المصالح الخارجية وفي الخبر الاقتصادي الدولي أظهرت تقديرات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي أورستات اليوم أن نمو أسعار المساهلكين في منطقة الأورو تباطأ على أساس سنوي في ماي مقارنة مع أبريل لأسباب أبرزها زيادة تكلفة الطاقة والغداء بوتيرة أقل وقالت تورستات إن تقدر ضخم أفوان في دول منطقة الأورو التسع عشر تباطأ إلى 1.4% على أساس سنوي من 1.9% في أبريل وهي نسبة تقل قليلا عن توقعات سوقي بقراءة 1.5% وبورثة أدار البيضاء أغلقت جهزة الخميس على إقاع الإنخفاض بالنسبة للمؤشرين رئيسي المازي ومديكس ولداني سجل على التوالي من قيمتهم ناقص 0.18% وناقص 0.15% وبلغ مؤشر المازي وهم أشر شامل يضم كافة القيم من نوع الأسهم 11.560 نقطة في حين بلغ المديكس 9.425 نقطة بهذا نكون وصلنا أيكم لختم موعدنا الاقتصادي نشكر لكم طيب المتبع في أماني الله